الأن التقنية وستمرت في القناة في القناة قدمت البحث نحن جديد الأسلاح الامر وحضر كبير الضخم الآن حضر أنا لحمد صندوق وأخرجت إلى الخارج هذا هو نحمته وربطت بخيط ودهنت علي ورنيش وخرجت السلك للخارج اللي هو سلك المشترك حتى حطيته لون اسود نفسه على اساس اني اوصله خارجي الان بجمع المحرك وبنشوف ان شاء الله بنحاول انه يعني ان شاء الله انها تكون وضحها ممتاز وكل شي تمام دعوني اجمعها وارجع لكم ان شاء الله طيب الان انا جمعتها للترمبا وهي شبكة الطرفين التشغيل والتقويم وبدي ارجعهم هون على القطعة السودة تبعد التوصيل والان بشغل هذا المشترك هاي الاسود المشترك اللي عملناه احنا هذا هو المشترك اللي عملناه احنا اللي وصلناه وهنا طرف التشغيل الثاني طبعا هذا الطرف اللي كان عليه المشترك برجع انا كما شوي لكن خلوني احطوا على لمبة السرية اشوف الان اي صار في توصيل عنا ان شاء الله كل شي تمام الان نجرب على الكهرباء ونقول بسم الله الحمد الله رب العالمين المحرك اشتغال بكل اريحية بكل تمام وهي امبيرو يعني مساحة بثنين ونصف امبير المحرك اشتغال بكل شي تمام ما في اي مشاكل هاي هي يا اخواني يعني القصد من الفيديو انه احنا قدرنا نعرف تحلوني اعطوا احنا قدرنا نعرف انه اللي فاصل هو الاورلود قبل من فك المحرك وتأكدنا لما نفكنا اه والحمد لله رب العالمين لكن اه يعني هيك احنا اه وفرنا على زبون اه كلف محرك وفرنا عليه الان بتصليحة يعني بتكون الاجرة رمزية يعني وليست ك اجرة اللف الاهم من هذا الكلام كله اخواني اه انا اللي بحب ان انوه عليه في اخر الفيديو اه انه الواحد او الفني اه لازم يكون عنده امانة في الشغل اه لانه مثلا الزبون الان مش عندي مش شايفني انا شو عملت انا شو سويت لكن الله سبحانه وتعالى شايفني وعارف انا شو عملت وشو سويت فانا يجي الزبون عندي يستلم المحرك بعد ما انا اكون اتفقت انا وياه على لفه وانا اصلي فيه تصليحة واحكي له انا لفيته فساعتها انا باكل حرام والله سبحانه وتعالى ما بوفقني لكن انت اجعل نيتك لله انت على اساس انه اذا فكيت برغي برغي يعني لاحظوا يا اخواني على مستوى برغي انت تفك برغي تاخذ عليه اجر اجر من الله سبحانه وتعالى يعني انت لما تيجي تشتغل انوي بشغلك هذا عبادة اجعل شغلك عبادة على اساس انت اي شغل بتشتغله يطولك ينولك اجر من الله سبحانه وتعالى فيه غير اجرتك غير اجرتك المادية يعني انا قصدي يتنول اجر من الله سبحانه وتعالى فخلي نيتك انه انت ناوي قبل ما تمسك المحرك هذا المحرك اذا كان يحضر انا احقو الزبون بالقد stump اذا انا صلحته احقي الزبون صلحته اذا انا زد uma تحلي اذا كان لاش اكون انا زبون garantDD طبعا هذا من الكلام واخد الاتفاق بينك وتصبح الزبون seguro الآن الى 90% البته المحرك استعمال تجد سملة تشتغل بالاي wheواح يو imprint بتشغله وبيشتغل المحرك الآن انت بتفق مع الزبون على اللف الآن اللي نفسه مريضة بظله ساكت وبسلم زبون على أساس انه لفه وبقبض أجرة وبوك الحرم بطعم حاله وبطعم ولاده حرام لكن الأمين بحكي لزبون أنه صلحته وبيدي أجرة مثلا رمزية كذا وكذا هنا انت بتأخذ أجرتك وبتأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى على أمانتك مع أنه يا أخواني هذا الأمر يعني من فطرتنا الإسلامية الآن رسول الله عليه السلام قال في نهاية الزمان أو من علامات الساعة أنه سيقال إن في بني فلان رجل أمين إن في بني فلان رجل أمين يعني في واحد في المنطقة الفلانية أو في المدينة الفلانية في رجل أمين ما بغش الناس فيعني رح تصير هذا الأمر عجيب إنه فيه إنسان أمير أمين يشار له بالبنان يعني صاروا الناس يشاروا عليه الأمين مع أنه هذا الأمر بالفطرة يعني من فطرة الإسلام الإسلام بحثنة على الأمانة فما كان هذا الكلام موجود أيام الصحابة رضي الله عنهم ليش؟ لأنهم كانوا كلهم أمينين كلهم أمنا ما بشيروا لشخص يقولوا فلان أمير يعني عمرنا ما سمعنا في حديث أو قررنا في كتاب إنه عمر الخطاب رضي الله عنه أمين أو إنه أبو بكر رضي الله عنه أمين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمين أو فلان من الصحابة أمين ليش؟ لأنه كلهم كان عندهم أمانة وكلهم أمينين فما في داعي إنه نشير لفلان بالأمانة أما في زمننا هذا فكثرت أو كثرة الخبث وكثرة عدم الأمانة والسرقات فلذلك عندما تجد شخص أو رجل أمين فأصبح يشار إليه بالبنان بالأصبع إن هذا الرجل أمين فرسول عليه السلام قال لذلك قال سيقال إن في بني فلان أو في بني فلان رجل أمين يعني في البلد الفلانية في رجل أمين من قلتهم سوف يشار إليهم بالبنان من قلتهم أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهي راح تكون من علامة الساعة فأنت خليك أمين على أساس إنك تأخذ أجرك ودينك والرسول عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى يأمرك بالأمانة بالعمل هاي من ناحية الدينية ومن ناحية أجر كمان من ناحية فايدة إلك إنت زبون عندما يأتيك ويجد عندك أمانة بعملك دعاية وبنشر بين الناس إنه هذا الرجل أمين والله أنا وديت له محرك واتفقنا على لفه ومحروق لكن الرجل رجع لي وأخذ مني أكمن دولار شيء بسيط شيء رمزي ليش لأنه صلحه وهي المحرك عندي شغال بالحمل ومشاء الله عليه فهي بصيروا الناس يدوروا عليك لأنه ما في حدا أمين يعني إلا القليل إلا من رحمة ربي فبصيروا الناس يدوروا عليك ويجوا عندك ليش لأمانتك ولصدقك في الشغل من صدق الناس شاركهم أموالهم يا أخواني من صدق الناس شاركهم أموالهم هاي نصيحتي لك وإنوي أنت بشغلك عبادي لله سبحانه وتعالى أنه أنا ناوي بهذا الشغل أنا أتق الله بالشغل وأنا أصلح يعني بما يرضي الله وأخذ أجره بما يرضي الله على أساس أنه أنت كمان تتحصل لك أجر بمجرد فكك لبرغي رح تحصل أجر يا أخوي بمجرد فك برغي رح تحصل أجر هاي هي يا أخوان هاي نصيحتي يعني أنا بحب أنه إحنا نكون من أحسن الناس ومن أفضل الناس لأنه إحنا ديننا بمرنا هذا الكلام وبحثنا عليه وواجب علينا إحنا أنه نكون هيك فأنا بعتذر عن الإطالة لكن واجب علي أني أحكي هاي النصائح وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو ولا تنسوا إذا أبوصيكم دائما أبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته